أين يتحول مع حضرتك لإفريقيا؟ مصر إفريقيا وهذا المنتدى وطبعا مصر بترأس الاتحاد الإفريقي فكذا منتدى وكذا محفل ومؤتمر مصر بتمثل القارة السمراء التحول يا أستاذنا أنه دلوقتي القارة السمراء إفريقيا أصبحت أحد أهم محاور الخارجية المصرية كيف زي نفهم هذا التحول في السياسة الخارجية المصرية وأهميته أيضا مؤخرة يعني طبعا التحول في استرداد السياسة المصرية متعلق بمكانة مصر وتكوين مصر مصر في النهاية دولة بتحدد دوائر حركتها جغرافيها وتاريخها ومواردها الأساسية يعني فالتحول الإفريقي أو الدائرة يعني فلسفة الثورة اللي صدر في بداية الخمسينات بعد صور 13 يول 1952 تحدث عبد الناصر عن ثلاث دوائر تحكم السياسة الخارجية المصرية الدائرة العربية ودي دائرة انتماء قومي الدائرة الإفريقية ودي دائرة حياة بالنسبة لنصريين بالنظر إلى منابع النيل في قلب أفريقيا ثم الدائرة الإسلامية دائرة الأمم في العالم الإسلامي التي تجمحها روابط حضرية لأن الإسلام ليس فقط مجرد دين وإنما في جملة قيم مرتبطة به ومن هنا لما بيجي يعمل حاجة لها أساس لما بيجي ينشئ منظمة الوحدة الأفريقية هو عارف بيتكلم في إيه لما بيجي بينشئ فيما بعد مؤتمر الإسلامي لتحول لمنظمة تعاون الإسلامي هو عارف بيعمل إيه لما بيبقى جزء جوهاري من حركة نضاله من 1952 إلى 1962 تحرر من استعمار البريطاني الفرنس القديم واعتبارها مهمة مصرية ثم بعد كده تحول إلى التنمية والتصنيع الشامل لتقديم مثال هادي للأمة العربية فده مبني على أسس مش خط عشواء مش بأم النوم أشوف أنا هعمل النهاردة طبعا بعد كده كل هذا تدهور وتدهورت معه أحوال مصر مما نعاني من بعضه الآن كسب النهضة أو غيره لكن لأنه لم ينشدهم تنشئ المسألة فجأة فهنا التحول إلى إفريقيا أو إيقاظ دور مصر الإفريقي يعني لحظة أيضا أن دور مصر الإفريقي إحنا ذهب مثلا رئيس سيسي إلى غانا نعم عرفني فيه جامعة اسمها جامعة جمال عبد الناصر وأضافت قسمة جديدة باسم الرئيس سيسي وهكذا يعني فيه أنت بنيت أساس خرساني واسع النطاق لصورة مصر كعنصر جوهاري في تحرير أفريقيا بس كان فيه بعض الدول يستاذ أنزيل بعتذران قطع كان فيه بعض الدول أول زعيم مصري أو أول رئيس مصري بيزورها يعني لأول مرة رئيس مصري يزور بعض الدول رئيس مصري منذ زمن طويل يعني كان فيه كده يعني مثلا جاءنا التي ضربنا بها في بعض الجوالات الرئيس سيسي بها المثل نيكرومة نيكرومة يمكن يعني كل قادة أفريقيا المؤسسين اللي هو أول رئيس دولة أفريقية بعد الاستقلال نعم وجده في مصر قبل أن وجد في بلده يعني دي قصة تانية مش أول رئيس يمكن أول رئيس مصري من عقود ده موضوع تاني إنما مصر هي العنصر المؤسس لأفريقيا المتحررة من الاستعمار القديم طبعا وقعت أفريقيا فيما بعد في أشكال أخرى من الاستعمار زي الاستعمار الجديد أو أشكال من الدكتاتوريات أو أشكال من التعصب القابلي والتنازع الحدوء وقعات بعد كده أنا بكلم عن هذه الموجة الموجة الأولى مصر عنصر المؤسس يعني من ديلا مثلا الذي يضرب به المثل في كل مكان لما جاء القاهرة في بداية التسعينيات قال قولته إنه هو لما كان في السجن في جنوب أفريقيا كان يريد أن يشرقب باب جسده من شباك السجن لكي يرى جمال عبد الناصر في القاهرة يعني يعني دي فكرة مختلفة دي فكرة تأسيسية مش إنه دي دول موجودة وإحنا عمل علاقات معها أنت صنعت المشهد في أوله كجزء من دفاع عن مصالحك أنت عن مصالحك يعني مثلا كان شركة الناصر لتصديره الاستراد لما كان فيه لها فروع في أفريقيا هي لها عمل تجاري أساسي اللي هو توسيق الصلاة وتوسيق علاقات التصدير لأفريقيا وإلى آخر لكن كمان كان لها عمل تاني طبعا أسبح متاحا الكلام فيه الآن يعني كانت مرتبطة بعمل مخابرات المصرية في أفريقيا يعني فكرة الحفار مثلا اللي بعد سبعة وستين وتدمير الحفار الإسرائيلي في أب الجن يعني أنت في النهاية كنت هناك أنت انسحبت من هناك كان إمتى اللي انسحبت يا أستاذا نزيل لا إحنا نسحبنا طبعا على مراحل ولا لا اللي حصل بالضبط يا أستاذا لما أنه مصر لما انسحبت من نفسها ما بقاش لحاجات دعازة يعني كان فيه تعبقة شاملة بين ألف وشمائة سبعة وستين لألف وشمائة ثلاثة وستين نعم استطاعت فيها مصر أن تطارد إسرائيل في أفريقيا بلدا بلدا وتنتهي بهم إلى قطع العلاقات مع إسرائيل إثيوبيا اللي احنا بنتكلم دلوقتي على علاقاتها مع إسرائيل قطعت العلاقاتها مع إسرائيل لأنه كان كلمة مصر هي العليا واستطاعت مصر تعبئت كل الدول الإفريقية كجزء من الاندفاع العظيم إلى دور في التاريخ بعد ذلك أمر طبيعي جدا أنت بعد ما عملت سلام وعملت علاقات مع إسرائيل أنت قضيتك أنا ما أكلمش هنا إيه القضية اللي أنت بتساهم بها في صناعة أو في عالم جديد هي دي الفكرة فأنت انسحبت من دور في مصر على طريقة انفتاح السادة أحمده كما قال الكاتب الراحي العظيم أحمد بهاي الدين وخلي بيلك مسكندرية حاج رشاد وحاجات كده وشوية المصانع طبعا في أيام مبارك لموهم ورموهم وهكذا أنت جرت وجرت نفسك بنفسك بين جانب قوة وطبقات متحلفة مع الأمريكان أو مع الإسرائيل من بعد في تدمير الذاتي لمصر كما لو كانت مصر ضربت بخنبيلة نووية فهنا أنت أنا قلت هذا الكلام أيام مبارك أنه مصر بس مش محتاجة تغيير مصر بلد عايزة بلد من أول وجديد طبعا بعض جهود جبارة تجري الآن بعضها في الاتجاه الصحيح وبعضها مما يجب أن يراجع لكن الفكرة الأساسية في السياسة الخارجية الحقيقة تبدو الشيء المفكر به من جانب الإدارة المصرية الحالية الشيء المفكر به من قبل إحنا بنعمل كده ليه إحنا يعني إحنا يعني لماذا لماذا نتجه إلى روسيا عشان كذا وكذا وكذا لماذا نتجه إلى الصين عشان كذا وكذا لماذا نخفض علاقات التبعية مع الأمريكيين والصين فالاتجاه إلى أفريقيا جاي من هذا الجانب طبعا إحنا الآن نتيجة لانحضار الطويل أنت في النهاية فيه كل دور له تكلفة تكلفة اقتصادية أنت نتيجة الوضع اللي أنتهت إليه لانهيار الداخل العظيم ده أنت لم تعد تملك أو محتاج وقت عشان تملك تكلفة الدور في أفريقيا لكن فيه مبادرات مما تستطيعه زي مبادر الفيروس بس فيه منافسة قوية جدا وفيه منافسة قوية على أفريقيا في منسبة المنتدى الأفريق الروسي أفريقيا هي مستقبل العالم نعم أفريقيا يعني كتلة بشرية هائلة جدا وكتلة موارد طبيعية نادرة والعالم كله أنت تعرفين مثلا أن أسيا نهضت نعم في التلاتين واربعين سنة الأخيرة فوجد ناسها أفريقيا بالنسبة للقوى الكبرى على المشرح العالمي هتجد كل قوى كبرى عاملة منتدى للعلاقات مع أفريقيا صحيح من قريب كان الرئيس السيسي حضر التكاد في اليابان نعم في قبل كده المنتدى الصيني وده بقاله سنوات والصين طبعا أكبر عنصر اقتصاد فعال في أفريقيا الآن هتجد أن ألمانيا جسم الاتحاد الأوروبي فعلت من قبل وحضر أيضا الرئيس السيسي قبل أن يكون رئيسا للتحاد الأفريقي وأنا عاوز أقول أن رئاسة التحاد الأفريقي عشان نبقى مدركين للحقائق رئاسة التحاد الأفريقي رئاسة دورية نعم كل بلد بتمسكها سنة يعني 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 إحنا في النهاية افترض أن السنة ده عدت والرئيس يسم بقى رئيسة التحاد الأفريقي إنما التوجه الأفريقي مش مرتبط لا برئاسة التحاد الأفريقي ولا بغير رئاسة التحاد الأفريقي ودور مصر الروسية الان. منطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية القناة السويس. ودي اه جملة استثمرتها الاولية خمسين مليار دولار. وبدأ اعداد البنية التحتية لها بالفعل. وفيها عشرات من الشركات الروسية مشاركة فيها. ده اول نشاط من نوعه لروسيا خارج اراضيها. اول نشاط. لان روسيا في مقابل انها قوة سلاح عظمى بتنافس امريكا. هي ليست قوة اقتصاد عظمى. يعني 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 حاليا تبقى لترتيب الدول بالناتج المحلي الاجمالي. روسيا بتحتل المرتبة رقم اه اتناشر بعد كوريا الجنوبية. نعم. يعني ما هيش يعني هي هي الان حوالي واحد وسبعة من عشرة تريليون دولار دخلها القومي الاجمالي. بينما مسان الصين مع الدولار 14 تريليون دولار يعني انت عندك اه كسه. لكن هي قوة ناهضة بتستعد لدور. هي تتمتع بموارد طبيعية هائلة من الغاز والبترول. نعم. اه هذا ليس امرا متوفرا في الصين. اه. ورغم ذلك صنعت الصين يعني اختراقها العظيم في التاريخ. اه هي كمان اه فهنا انت اه لما بيكلم تقرير بلومبيرج الاخير مثلا عن الدول التي تصنع نمو العالمي. طبعا هي ترجمت في الصحافة المصرية الحقيقة بالخطأ. مش ان احنا مش اكبر عايشين دولة الاقتصاد. لا هو مش التقرير عن كده. التقرير عن الدول. ملحوظة النمو اللي بتحقق معدلات نمو. فبتسهم في كمية او نسبة نمو الناتب الاقتصادي العالمي. اللي هو حوالي اربعة وتمانين تريليون اه دولار. بتسهم اكتر من غيرها. فبنجد مثلا انه في العالم العربي ما فيش غير السعودية ومصر. نعم. والسعودية طبيعا ده موارد طبيعية هائلة. انما آآ مصر آآ آآ بيتسهم. هي رقم عاشرة من العشرين دولة. بتجد ان روسيا رغم انها رقم اتناشر في ترتيب الاقتصاد العالمي حاليا. لكنها من الدول المساهمة عام الفينين وربعة وعشرين كما كما مصر في النمو الاقتصادي العالمي. هي رقم خمسة. تخطط اليابان نفسها. في قوة جديدة الهند على سبيل المثال. متخطية اليابان آآ واندونيسيا متخطية روسيا. في نقطة النمو يا استاذ اندي. في 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 عالم جديد نحن ادمن ادمن يعني زي واحد فقط ذكرته يعني او او فقط يعني ما مش قادر يستوعب الجديد. فهو واقف عند صورة العالم قبل ربعين خمسين سنة. انه في امريكا بس وفي اوروبا وفي مشاعر. يعني لا. الدنيا تغيرت. في شعوب نحضت. سواء بالاقتصاد او بالسلاح او بالديمقراطية. افريقيا ايضا هي البؤرة التي يتركز عليها اهتمام العالم الان. في دور امريكا قديم. في دور فرنسي قديم. لكن الادوار الجديدة اكثر حيوية زي الدور الصيني. وفي الدور الياباني. اه. وهذا هو الدور الروسي. رغم من الاقتصاد الروسي. كما قلت. ليس في قوة الاقتصادين. يعني اليابان اه. حوالي ستة من ستة تريليون دولار في السنة. ناتجها القومي الاجمالي. تقترب من كده. لكن روسيا كمان مسلحة بحاجتين. الذاكرة القديمة. فكرة التي تحس فيها. ام. انتياز السلاح. وعشان كده هي ركزة. لقيت مدخل لتسليح الدول الافريقية. ومحطات الطاقة النووية. عشان كده لما تشوفي. نعم. جدول الاعمال المنتدى. اتليه مركز على اشياء جوهرية من هذا.